الأحد السادس والعشرون من شهر مايي 2019 عرقاب يكسر صمت الجانب الجزائري بخصوص قضية شراء تطال لأناداركو ويتعهد بأن الجزائر ستستخدم كل ما يمكنها لوقف الصفقة حتى إذا تطلب الأمر استخدام حق الشفعة لا يوجد صفقة ما بين تطال وآناداركو لحد الآن لحد الآن ما كانش احنا حارسين على كل هذه الأشياء وسوناتراك تابع كل هذه الأمور وحتى في مراسلة إلى أناداركو لكي نستفسر كذلك هذه العملية لهم يقوموا بها لحد الآن مافيش جواب من أناداركو يعني بالنسبة لنا من لي مافيش سفقة ما بين تطال وآناداركو وعندما يكون السفقة ندخل لكل شيء نستعمل كل الأمور القانونية لندخل لكن حتى الآن عنا شريك تعنا شريك لي عنده تاريخ معنا ليهو أناداركو المتواجد في الجزائر وقمنا معاه بمشاريع ضخمة وعادت بالفائدة الكبيرة على صناتراك الاثنين السابع والعشرين من شهر مايي 2019 نفس الوزير يتحدث عن نفس الموضوع لكن بنبرة مختلفة وأقل حدة أكد بها على ضرورة الوصول إلى اتفاق معقول بخصوص الصفقة دون أن ينسى التركيز على أهمية الشركاء الأجانب في تطوير القطاع شابه أكد أن نصرح سنطراك في موضوعات والعجز ، نزدل نحن بسعي نحن بشجمات نحن بحديث تقليل نحن بحديث جزائر منه وعديث منه نحن بحديث تبني يليسى التركيز ملف واحد كان كافيا لتعرية واقع أن قطاع الطاقة بالجزائر يعاني من غياب الاستشراف واستباق الأحداث خاصة وأن عالم الطاقة يعتمد على الكولسة أكثر من العمل تحت الأضواء الكاشفة